في أسبوع مليء بالأحداث يتحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليصل إلى فيتنام التي كانت مسرحاً لواحدة من أشد تلك الحروب وأكثرها تأثيراً على ذاكرة الشعب في أمريكا وفي فيتنام أيضاً يريد ترامب مصالحة مماثلة مع نظام شيوعي آخر هو نظام كيم في كوريا الشمالية أعتقد أن القمة الأولى حققت نجاحاً كبيراً ونأمل أن هذه القمة ستكون مماثلة للأولى والتي من الممكن أن تحقق تقدماً في علاقتنا وهي فعلاً علاقة جيدة لكن القمة انتهت بالفشل كان من المفترض أن يقف ترامب على هذا المسرح مع كيم لاستعراض التقدم لكنه اضطر للوقوف للإجابة عن أزمات داخلية تواجهه في واشنطن من هانوي إلى واشنطن ينتقل الرئيس الأمريكي لمواجهة أزمات داخلية تتعلق بمحاميه السابق مايكيل كوهن والتي تشكل محاكمته مصدر قلق للرئيس الأمريكي عاد ترامب ليحضر مناسبة مفضلة له هي المؤتمر السنوي للقوى المحافظة ألقى خطاباً هو الأطول له هاجم خصومه على كل الجبهات واختار نقطة محددة ليصفهم بها الاشتراكية لا تتعلق بالبيئة الاشتراكية لا تتعلق بالعدالة ولا تتعلق بالفضيلة الاشتراكية تتعلق بمفهوم واحد فقط ألا وهو القوى للطبقة الحاكمة وهذا بالضبط ما يحدث في بنزويلة وأماكن أخرى كثيرة كلنا هنا اليوم نعلم بأن المستقبل لم يعد ينتمي إلى هؤلاء المؤمنين بالاشتراكية خصوم لا يخفون توجههم الاشتراكي تقدموا منذ الآن لمنافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة أبرزهم بيرني ساندرز لكن الجانب الديمقراطي مزدحم بمرشحين آخرين للمعركة التي ستبلغ ذروتها نهاية العام القادم لقناة الأردن اليوم يزن السلقان واشنطن